شادي عايز تعلق على حاجة؟ عايز اقول عن نادي الاهلي لازم ابارك لطلاق على الجيش عشان فريق لعب بطريقة معينة وقدر ينجح ده مهم فيما يخص ان الاهلي خسر ليه؟ خسر من وجهة نظري رقم واحد ارجع لورا شوية لمباراة طلاق على الجيش في المباراة الاولانية اكيد هيقبلك بنفس زي ما كابتين قالوا هيقبلك بنفس الطريقة انا مدير الفني لما بكسب بطولة بندي له حقه هنا في الستوديو وقلنا له مبروك كذا مرة واشدنا به في حاجات كتير جدا حتى كابتن ريدا كان دايما نازل تاخد عليه اللي هو بانتكت اخر فيه مطشاط كابتن ريدا كان اول حاجة بيطلع ويقول المسلماني عمل الصح فلازم اقول له واقع سموحة والمعوذين النهاردة النهاردة انا بحمله هو المباراة ده رقم واحد رقم اتنين هتكلم في نقطة المهمة بالنسبة لي النهاردة طلع الجيش هيلعب بنفس الطريقة فحيقبني ده لسه المبروك ما حدش عليها شهر اللاعب النادي الاهل فحيقبني بنفس الطريقة اولا ما هيأتش الفرقة كويس ده رقم واحد المدير الفني للنادي الاهلي لما فريب يقابله بالطريقة دي المدير الفني للنادي الاهلي لازم يكون مجهز سيناريو تاني مع نفسه ومع لعبته حلول حلول لنفسه رقم ثلاثة افتقاد النادي الاهلي بيلعب لغاية اخر ثاني في استسلام روح النادي الاهلي مش موجودة في المباراة في كل المباراة من اول دي الفريق الكبير لما بيفقد الكورة لازم تعد 30 ثانية استحوز على الكورة تاني ثم طالما الفريق بينزل اروح اضغط اكتر ولازم في مخاطرة في التشكيل لبعض الوقت خصوصا في الشوت التاني محصلش ده طبعا رقم اربعة بقى ودي النقطة اللي بالنسبة لي مهمة قلتها قبل كده في اخر خمس مباراة للنادي الاهلي النادي الاهلي يفتقد التمرين على التحركات الهجومية اللعبة مش شطرانج مش عسكري واقف هنا وعسكري واقف هنا وانزل انت دورك تبقى واقف امتى تضم الجوة فيه تحرك بدون كورة هي دي كورة الحديثة يعني ايه حد على الطرف وفيه تكتل دفاعي يبقوا اتنين ماشيين على الطرف سواء اكرم او حسين والنحش بالطاهر او علي معلول طبعا انت عندك زحمة افتح الملعب ولو حلعب اشغل الاطراف لازم يبقى بلانتو ده موجود اشغل الاطراف ويبقى في كسافة عددية هجومية جوه السندوق النهاردة لو راح نحي تريمين عيرفع كروس ما بيش غير واحد طب الهوفل اللي في اخر الدنيا ده لازم يضم جوه يبقى على الاقل مع تكملة واحد من وصة الملعب تشوف كسافة عددية هجومية انا اسألك سؤال انت لما بتلعب بتلاتة قدام لما بتلعب بالحسين الشحات وطهر محمد طهر ومحمد شريف لما الكرة بتبقى ناحية اليميل المفروض ميلي بيخش بيكمل فيه التالي طهر محمد طهر بيحصل لانت بينزل السلم تحت فانت بيبقى في عدد قليل في الثامنطاشر يعني ما تلايش ما فيش الله هو شريف بس ما بتلايش الله شريف ممكن اقول على حاجة والله انا بشوف الكلام دا طبيعي الموجود في الفرقة الكبيرة اللي كان بيعملها على فكرة اللي كان بيعملها على فكرة بالمناسبة هقول لك حاجة الناس كتير مش هتقولها بصراحة الدور المصري فنياته مش عالية واقول لك السبب بالنسبة لنا ما فيش فريق بيكسب ثلاثة وتلاقي المباررة اللي بعد ده روح يخسر خمسة يروح يتعادل يروح يخسران اربعة ده معناها لدور فني فنياته مش عالية ودي حقيقة ما انا هقول لك لا دور المتك فاروق ده اللعيب بيجري اكتر من 600 كيلو في المباررة انت هنا لو اللعيب عمل اسبريتين بيقف على طول نفسه راحة ما انا بقول لك الدور الانجليزي ما فيش فرقة تكسب على طول خلي بالك برضو ان هنا في الدوري انت عارف ان فيه اهل وزمالك بالزبط كل الاندية اللي هتلعبهم لازم تعمل زند فيه انا قصدي بقى من كلامك كابتن ريدا وقولولي متفكين معايا في الكلام ده ولا الفريق انا المدير فاني معايا امكانيات ومعايا فريق وريدي الفرق بتنزل تدفع لازم بقى فيه بلان تاني طريقة تانية مش اربعة اتنين تلاتة واحد يعني ما عنه النهاردة عندي محمد شريف هو حسام حسن النهاردة رسل الحرب انت النهاردة حرقتي اه حسام حسن وحرقتي مكسون بص طالما ان انت جاب لعيد هي وما جابش جول وما قدتش البطولة حتى خلاص يعني ده هيعملها كابتن يعني بس هو هيعمل ايه فكورة 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 الستارت بتاعك لما تجيب بطولة هتفرق معاك نفسين بزمت كده حتى لو ما جابش جول فهي هي بتديله دفعة نمى دلوقتي جمهوري القلب الزمالك قولك لو اش وحش انت هتلعب لا هتلعب لا بس هتلعب متوتر اللي انت بقى لازم تلعب هيقوله كده اسمع الكلام نحن نضعب